التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لم ولن تخفق في سدادي ما عليها من التزامات دولية مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على الالتزامات وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة أكد مدبولي أن الدولة شغلها الشاغل هو الصناعة والزراعة مضيفا أن الحكومة أقرت المرحلة السادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة عشرة مليارات جنيه وأنه سيتم خلال الفترة القادمة تغطية كل أعباء الصادرات وشد دمدبولي على أن زيادة الصادرات هي مسألة أمن قومي لمصر وتأتي على رأس اهتماماتها أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي بما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين وأكد المنصق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني لافتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري والتوازن مشيرا إلى عدم إصدار أي قوى سياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار بما يشير إلى حالة من الإجمع بشأن الحوار الوطني أكد الجيش السوداني استقرار موقف العمليات العسكرية في جميع المناطق بالبلاد متهما قوات الدعم السرية بتنفيذ قصف عشوائي في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة ووسط العاصمة الخرطوم وأم درمان كما أكد الجيش السوداني أن قواته اشتبكت مع عناصر الدعم السرية في مناطق الحلفاية وجنوب أم درمان مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولات استقدام أرتال عسكرية لعناصر الدعم السرية من غرب البلاد كما اتهم الجيش عناصر الدعم بنهب فروع عدد من البنوك ومحال تجارية في العاصمة الخرطوم أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عملية الإجلاء وذكرت بريطانيا أنها ستوقف إجلاء رعاياها وغيرهم من السودان مع تراجع الطلب على أماكن في طائراتها قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرات احتجاج إلى ممثل بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا وصفة تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه غير مقبول وأضافت الخارجية الأوكرانية أن هذه القيود لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة مشيرة إلى أن هناك أسسا قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمغر وسلوفاكيا وبلغاريا فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الأمريكية عرضت على عدة مؤسسات مالية شراء أصول بنك فيرست ريبوبليك الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس هذا ويتعرض فيرست ريبوبليك لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة بعدما أكد أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من مئة مليار دولار أعلن البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة في البلاد بلغت 60.3% لتصل إلى 1.18 مليار دينار وهو ما يعادل 389 مليون دولار حتى الـ 20 من إبريل الجاري وأضاف البنك في بيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.13% إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.93 مليار دينار في الـ 20 من إبريل لعام 2022 لافتان إلا أن صاف احتياطات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى الـ 28 من إبريل مقابل نحو 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة